موسيقى خلقتنا اليوم موسيقية بحثة من موسيقى الى اخر اكيد هذا غذاء الروح ايضا يعني الروح تحتاج الى شيء تستمع لو يطربها ضيفنا الموسيقى محمد الدليمي عازف العود اهلا وسهلا بيك وكل عام وانتبقى الف خير من فنجان الصباح وانتبقى الف خير وانتبقى الف خير يا رب وان شاء الله العيدة الجاي تكون هناك حفلات وامسيات يعني في المقاهي المطاعم المولات ان شاء الله والله الموضوع هذا اللي صار بتبقى فيروس كورونا ذا العالم يعني بصراحة ان شاء الله ان شاء الله يعني ينحلوا لازمة تفضها ان شاء الله انت فردت بسرعة عن الباقين مثلا الباقين دخلون بفرق اعتبار يريد يتمرن يريد 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 بداية بس لا انت لقيت نفسك هوية وتفرق بالضبط شنو هذا بصراحة الفرق اللي اشتغلت بيها يعني بلشت أنا بفرق وحاليا بفرقة التراث العراقي اللي الاستاذ على مجيد اللي عاد احياءها من جديد بعد يعني بعد فترة كلش طويلة من انه انترأيك وسافروا صارت فترة وتشتتها والأساتي ذا والعازفين بصويت اشتغل فترة ورجع بضبط ورجع حاليا بداية لن يشتغل هو يروح ويجي بس بداية لن يشتغل يعني اكو اكو يعني اعمال تراثية ما موجودة قبل يعني يعني ما مشتغليها بهذا بهذا النظام بهذا الترتيب فان شاء الله يعني الاعمال الجاية راح تكون مبهرة جدا يعني ازحته التراب عن كل الارشيف اللي هو كان مبهم بالنسبة للناس بالضبط والبعض مننا عيد توزيعه من جديد كلام اضوب اه كلام اضوب يعني مثلا عندنا لكو اغاني بالمناسبة ما هل قد نسمعها دائما مثل يم والعباية صحيح خلي نسمع تمام حرجنا اشتركوا في القناة 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 وبالتالي يوقع بفخة شبير مضبوك الستة سويت هنا انا انتبهت عليك على شغله كل نغمت الكلام يعني انا هستت شن دا اغني وياك انطيت بالكوبلة يختلف عن المذهب انطيته بدو يعني اكثر تمام ضربة يعني نطقت العود اكو غيرك يأزف على وطيرة وحدة متر هو مطرب لا مضروري قبل شوية غنى قبلك اثنين ضيوف وايضا غنى وياهم بنيتين مسافر واحدك صوتك كان كلش حال ايو مسافر واحد يا عبدالوها شوفها اول معجب بيك يلا سجل صدق المصري هزك طبعا شامي مثلا ام كل تومة سمعك شي يلا يلا تبع ام كل تومة هذه هذه ليلة هذه ليلة وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أن تكله والأمان فاملأ الكأس بالغرام وهات بعد حين يبدل الحب دار والعصافير تهكر الأوكار وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها نراها سترانا كفارا سوف تلهبنا الحياة سوف تلهبنا الحياة سوف تلهبنا الحياة وتزخر فتعالى تعالى وحبك الآن 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 أكثر تفاجأتني تفاجأتني ثاني قلت لك أأزف غنيتوا ما شاء الله أكل إيه أكل عليه الجو شكرا لك تعبناك اليوم بالمناسبة ولو بعد تريد تعزف لنا بشي أكبر الحلبيين نحسين صحيح بالعود وتدري الحلبي من يأزف خلاص يعني هذا الباقي لازم ينصت صح يعني شنو اللي يميز الحلبي بالنسبة للعزف وشدك من ناحية شدي إلهم هذا الموضوع كلش يعني كلش من زمان مياه موضوع الحلبيين بحثا تحديدا يعني بالتحديد أن الحلبي من يأزف لازم كلش ينتهي الموضوع هاي مشكلة هم بصراحة ما أعرف يعني شنو صرهم والله بصراحة يعني يعني يمتلكون هاي الجينات بالإحساس فضيع يعني ما أعرف شنو أقول لك تجاههم بس يعني كلش كلش يعني مؤثرين به الحلبيين وعندك شي ببالك يعني شي محدد ما أكون راح نسمعك تقاسيم يلا التقاسيم اهه موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة